اشتركوا في القناة ويقول المظلمة والمتشككة وطمأنة القلوب الخائفة نتحاور مع الأبناء والآباء مع الشباب والشيوخ نستمع إلى كل التساؤلات التي تشغل بالهم والتي تؤرقهم بدون قطوط حمراء ولا وصاية من أحد حتى نصل معا إلى نقطة التلاقي ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه مع نور الدين لازلنا نستهدي به في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا نستكمل ما بدأنا في الكلام على الدعوة إلى النسبية المطلقة وإلى الخروج عن كل سلطة وكل قيد في مفهوم جديد يدعو إليه أصحاب العصر الجديد منذ أكثر من مائة سنة وبدأوا في تكوين حزب سياسي لهم 1916 يعني 108 سنة يجب علينا أن نعلم هذه المعلومات وأن تكون في خلفية عقلنا ونحن نفكر ونحلل ونفهم ونتلقى وننظر بدلا من يقوله البعض من نظرية المؤامرة وليس في مؤامرة ده كل شيء علني وكل شيء معروض ومعروض بقوة وقسوة أيضا وعنف ونحن ننظر إليه وندرسه ونرى لما نعايره بمعيارنا معيار الديانة أنا أريد في النهاية أدخل الجنة حكاة بسيطة واضحة لكنها عند الله عظيمة لأن ربنا خلقنا من أجل أن نعبده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأمرنا بعمارة هذه الأرض وأمرنا بتزكية النفس وأمرنا بطاعة الرسل وأمرنا بأن نؤمن بأركان الإيمان ومنها يوم القيامة الذي لا يؤمن به كثير من الخلق ولكن الديانة تحتم علي أن هناك يوما آخرا وأنا لن أخرج من ذاتي ولا من نفسي ولذلك لما يُعرض علي هذا البرنامج الجديد في العصر الجديد وأراه يريد أن يحطم الأسرة النمطية كما يقولون يريد أن يدعو إلى التساوي المطلق حتى بين البشر وبين الطبيعة يعني أنت بشر ولكن هناك شجرة نريد الحفاظ عليها فأنت وهي صيان هذه النظرة نظرة التساوي المطلق هذه لما آجئ أعايرها أيا ولقد كرمنا يا بني آدم ما هذا أنا أرفضه ولماذا أرفضها لأن المعيار الذي اتخذته لنفسي مقتنعا به ومعتقدا فيه أنه الذي سيصل به إلى رضا الله وإلى يوم القيامة الذي فيه هذا الخير العميم الذي صدقته ولا أريد أحدا أن يشككني فيه فبهذا المعيار القبول والرفض فليُعرض علي ما شاء من أفكار ولأقصها بمعياري ثم بعد ذلك أقبل أرفض وهكذا نتكلم عن الدعوة إلى الشذوذ كانوا دائما يستعملون كلمة شذوذ ويقولون فيما رأيناهم في الثماني نايات إنه يعني الشذوذ مباح فقلنا لهم يعني إزاي كلمة شذوذ يعني معناها انحراف والانحراف يبقى مباح إزاي فراحوا من كثرة ما تشبعوا بنشر هذا ووراء هذا أموال لا قوة إلا بالله مليارات تنفق للدعوة إلى هذا الشأن عندما ضغطوا على إحدى الكنائس الكبرى لأن الكنيسة ما زالت في جملتها مية وستة كنيسة يعملوا مجلس للكنائس العالمي منهم كنيسة أو اتنين تريد أن تبحي الشذوذ أمام مليارات تدفع والبقية يرفض لأنه مخالف للأحكام ومخالف للأباء الأول ومخالف للطقوة ومخالف للفطرة ومخالف لإمارة الأرض ومخالف لعبادة الله فبدأنا نبحث سويا جميعا هجوم على كل الأديان وليس على دين الإسلام فقط يعني هم مش بيعملوا كده نكاية في دين الإسلام لا ده بيعملوا كده من أجل نموذج يدعوننا إليه للبشرية قائم على إلغاء السلطة التساوي المطلق الحرية المطلقة الفردية المطلقة سلامت يا راسي راسي وبعدها الطفان فروحنا دخلين على النت عشان نجيب أبحث تثبت إن الحكاية دي حكاية منحرفة فساعدنا متذكر خمسين ألف بحث تثبت إنهم غصبا عنهم يعيني وإنه الانحراف ده جيناتك أمر يعني هو مولود به يعيني خمسين ألف بحث و30 بحث فقط اللي بيقولوا ده ده انحراف وفاحشة وإن اللي تقدبه ديان طبية وهنا بعض الناس يقول لي لا معلش لأنه ما هو ما يعرفش كل اللي إحنا بنحكي ده وراح دخل فجأة على إيه على النت قال لي بكده لا البحث الأول بيقول ده معذور والتاني معذور والتالت معذور والرابع معذور قال ليه خلاص ما هو معذور ده أنا قلبي معاه وبتشحتف عليه قال بك معاه وبتتشحتف عليه بس خلي بالك انت خدت مقلب وحش ما هواش كويس ده دجل لا معلش بس أنا بتتشحتف عليه طبعا ما ليه طب ادعيه طيب ادعيه قول يا رب يطلعوا من اللي هو فيه ومن أثر ده يجي سؤال يقولي لا أنا عايز النصوص قال يعني هو مجتهد الواد ولا البنت اللي طلبها كده هو يعني هو مجتهد هيبصوا في النصوص يا حلاوة والخمسين ستين سنة اللي احنا درسناهم علشان نبصوا في النصوص معلش رأس برأس المساواة المطلقة اللي هي التساوي دي هو العالم زي الجاهل زي الدرس زي المدرس زي ده كله سي قولي بقى النصوص عشان النصوص دي أنا شوفها إيه الحكاية بتاعتها بقى طيب حاضر احنا على فرق دينا بناخده من الكتاب ومن السن الكتاب بيقولي وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةِ ها يبقى فاحش ما هيش حاجة كويسة يعني والفاحشة في لغة العرب التي الأدب والديانة اللي هي على الآخر يعني أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون إنه لا يحب المسرفين سبحانه وتعالى يبقى ربنا بيكره ده وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه يبقى دول أصحاب هلاك وهلك وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين نروح هناك قالوا لعمر إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم أخرج الترميزي وأبو داود وابن ماجا بسند صحيح عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول يبا إذن آدي النصوص وصحيح ومتفق عليها فهو حرام مش هينفع نقعد نؤول وننشر ثقافة المهدنة لأن ثقافة المهدنة خطوة في الطريق نأخذ بعض الأسئلة حتى يكون هناك تفاعل كما تعودنا تفضل يعني أقول لنا أنا أكون تعاوز أسأل بخصوص في بعض الناس عندهم ميول جنسية للجنس الآخر فهل يجوز له شرعا أنه يعمل تحويل الجنس أنه يحول الجنس طالما عنه يعني واحد الجينات ذكر ويريده أن يكون أنثى مثلا أو أنثى وتريد أن تكون ذكر الوجود بعض الجينات في الجسم مش مزاج مش كيف عنده كذا لا عنده جينات مثلا عنده تسدي عنده حاجة زي كده هناك ما يسمى بالجمع بين الهويتين والجمع بين الهويتين يسمى في لغة العرب المخنث فالمخنث فالمخنث يحدث خلل ما في التركيبة العضوية فيخرج وهو محير لا يعرفون هو ده ولد ولا بنت ممكن يكون ولد فيكتب بنتا وممكن يكون بنت فيكتب ولدا وحينئذ بيسموه الفقهاء المشكل والمشكل له صور وله أوضاع معينة عضوية ونفسية وطبية وعندنا لجنة في مصر لعرض مثل هذه الحالات واللجنة بيبقى فيها الأطباء المختصون وبيبقى فيها مندوبون من الأبحاث البيولوجية وكذا ويبقى فيها مندوب من دار الإفتاء المصرية وهناك قواعد يسيرون عليها قواعد دقيقة تبين هل هذا يحتاج إلى ذلك التحول من أجل هذه الحالة التي جمع فيها بين الهويتين أو أنها مسألة تتعلق بالنزق النفسي والمحاكاة وبيحدث فيها تقرير واللجنة مكونة من عدة تخصصات ومن أكابر المختصين في هذا فيجوز شرعا وقانونا أن يفعلوا هذا نأخذ نعم تفضلي مولانا كنت عايزة أسأل حضرتك إيه هي الضوابط الشرعية اللي تخليني أقدر أتعامل مع حد عنده مثلية جنسية في الدائرة بتاعتي هل دا يكون بالابتعاد عنه أو بالنصيحة مولانا كنت عايزة أسأل حضرتك إيه هي الضوابط الشرعية اللي تخليني أقدر أتعامل مع حد عنده مثلية جنسية في الدائرة بتاعتي هل دا يكون بالابتعاد عنه أو بالنصيحة لا إحنا لا هنترد حد من أجل معصية أو من أجل توجه نفسي ولا هنقص عليه ولا إحنا أول حاجة بنتعامل معه وتاني حاجة بندعيله وتالت حاجة بنبذل له النصيحة من ناحية والدائمة فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وليست مرة واحدة وكفة وثانيا مد المعونة إذا كان يحتاج إلى معونة طبية في هذه الحالة إحنا أي عاصي وليس هذا يعني مثلا من يدمن الخمر مثلا والعياذ بالله ولا من يدمن المخدرات ولا كذا إحنا بنتعامل مع الناس من مدخل الرحمة وبنتعامل مع الناس من مدخل يعني الرغبة في الهداية لأن الهداية معناها أيضا الإرشاد والدلاء والندل على الله سبحانه وتعالى نعم هل في حد عايز يسأل تاني تفضّري كنت سأل حالتك سؤال كنت في خارج مصر وتسألت من واحدة غير مسلمة إن في الطبيعة في نباتات وفي حيوانات بيبقى عندهم شذوز فلي إحنا كمسلمين بنرفض الشذوز ده للبقدمين لو هو موجود بيبقى إزاي أرد علي لو هي غير مسلمة ليس في الطبيعة شذوز يعني ما فيش الشذوز ده عند الأسد ولا النمر ولا الإرد ولا أي حاجة الشذوز موجود في حشرة موجودة واحدة فقط فأسموها الفويسقة فالفويسقة دي هي اللي فيه الشذوز فقط لكن ما فيش الشذوز بعد كده ولذلك ده ده يرد على هؤلاء الناس لأنه ليس هناك شذوز في عالم الحيوان ولا أي حاجة التفتيش بقى فإنه مخلوقات الله سبحانه وتعالى ما اللقيش شذوز في الحيوان فاللاقيه في فويسقة من أكتر من سبعة وعشرين ألف حشرة فيها واحدة بس فده بيبقى لحكمة الموعظة مش إنه ما تعملوه زي ده ولذلك نهينا إن إحنا نعمل يعني أخلاق يقولك كان زمان عندنا هنا في مصر يقول ده فلان ده خنزقور إيه خنزقور دي خنزقور يعني جاي من الخنزير لأن الخنزير عنده صفات رضية وحشة لا يجب إن إحنا نتخلق بها بس هو واحد بس يعني لكن الكلب ده وفي الحصان وفي ده بيقاتل عن صاحبه وما بيهربش على فكرة يعني يوقف كده موقف رجولي في المسألة دي تفضل هل لو إحنا تعملنا بالرحمة مع اللي عنده شجوز ده إيه ده خنف دايرة إيه لو مرأتهم كانت من الغابرين لا مرأتهم هي أشكت من الغابرين لأنها كان عندها رحمة مرأتهم كانت من الغابرين لأنه كان عندها خيانة دي راحت بلغت الجهات المسؤولة في الدولة على جوزها وعلى ضيوف جوزها دي ست خينة ما هي الستة يعني محترمة ستة فسبب أنها من الغابرين مش الرحمة رحمة إيه اللي كان عندها رحمة ولا كان عندها يعني حاجة أو إحنا كل واحد حري يعني كل واحد يتعامل بحرية يعني لا ده ده فهمك أنت كده دلوقتي أنت بتحلل حاجة موجودة في القرآن هي كانت من الغابرين نص القرآن نها خينة نص القرآن فالوضع بتاعها الخيانة وليس الوضع بتاعها هو الرحمة نعم تفضل كيف يتعامل مع الشزوز وهل هناك علاج نفسي أم جسدي لهذه الظهرة الأطباء أوجدوا علاجات كثيرة نفسية وطبية جسدية لهذا وفي بعض الأحيان حسب العلة أنه هو يأخذ وقتا طويلا أو وقتا مناسبا لكن في النهاية نعم هو له علاج نعم الفضل هي المشكلة مولانا اللي بتقابل المسلمين العاديين والذات في التعامل مع الشركات زي المولت ناشنال هي الكلمة بتاعت أنت مالك يعني أنت كمسلم أنا مش بطلبك أن أنت تعمل كده أنا كل اللي أنا بطلبك أن أنت تتعامل مع زميلك بشكل كويس أو ما تعملوش بشكل تجرحه ودي تحت حاجات كتير يعني ممكن نعزمك على فنجال أهوة فتقوله لا يبقى أنت كده جرحته ودي نقطة النقطة التانية أني بقت سياسات داخل الشركة نفسها اللي هي المولت ناشنال أنك ما بتجي تمضي يعني مثلا على الكود في إثيكس بيبقى من ضمن أنك بتمضي عليه أنك مش معترض على الفعل ده وي ما بقموركش به بتوقع على إيه بتوقع على الكود في إثيكس ده اللي هو يعني زي ميثاق التعامل الأخلاقي داخل الشركة الشركات المولت ناشنال اللي فيه بيقول أن أنت الفعل ده أو اللي زميلك اللي عنده الحاجة دي ما تنفروش ما تدايقوش ما تتعرضوش وأن ده أصبح منهم شخصيات نجحة جدا فمنهم رأسك مجلس إدارة ومنهم مديرينك ومنهم ليتكن ولكن هو القضية هي أنه أيضا هو ما يدايقنيش أيضا هو ما يظهرش هذا الفعل أيضا هو لأنه الحضية أنه أنا مش هدايقه بس هو كمان ما يدايقنيش لأنه الدنيا فيها حرية هو أنا مش هعتدي عليه بس هو ما يعتديش علي أنا مش هتحرش بيه بس هو ما يتحرش بيه ولذلك دي واضحة جدا أنه إحنا كمسلمين إحنا لا بنتحرش بيهم ولا بنحاصرهم ولا أي شيء حكاية التوقيع على المالتيناشونال دي إحنا بنعمل كده فعلا اللي هم طلبين ومن عدم التعرض أو عدم الإهانة إحنا بنعمل كده فعل بس هو لو تحرش بيه أو أظهر هذا أمامي فبيبقى بيعتدي علي مشانا اللي اعتدت علي ده طريقة مشهورة عندهم اللي هي قلب الحقائق ووضعك في صورة الاتهام ابن حزم الظاهري لاحظها من زمان وقال فق لب المسألة علي انت اللي بتعتدي علي مشانا اللي بأعتدي عليك وهكذا نستمر مع نور الدين نحاول أن نستهدي به في طريقنا إلى الله إلى لقاء آخر أستوجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة